بعد توقف دام 30 سنة يعود قطار نقل المسافرين بين الجزائر وتونس هذا السبت حسب ما أعلنته الشركة الوطنية للنقل بسكك الحديدية اليوم في بيان حيث ستعطى إشارة الانطلاق الرسمي لهذا الخط يوم العاشر أوت الجارية على أن تنطلق الرحلة التجارية الأولى من محطة تونس العاصمة نحو محطة عنابة يوم الأحد 11 أوت في حين تنطلق الرحلة التجارية الأولى من محطة عنابة نحو تونس العاصمة يوم الثلاثاء أو يوم الثلاثاء 13 أوت كما وضح ذات البيانة هذا يتكون القطار الذي سيضمن نقل المسافرين على هذا الخط على مسافة 357 كم من عربتين من الدرجة الأولى وعربتين من الدرجة الثانية بطاقة استعاب تصل إلى 300 مسافر في الرحلة الواحدة ترجمة نانسي قنقر